قالت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك هالا سعيد إن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة للمجموعة ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 47 والمقامة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت عنوان بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة بلغ إجمالي عدد المسجلين بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي هذا العام ما يقرب من خمسة ألاف مشارك ترجمة نانسي قنقر